استحقاقات معركة أبيان توجه بوصلة الحوارة السرية التي تجريها الرياض مع قيادات المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات تسريبات ذات مصداقية من أوصات حكومية أثادت بأن سلسلة من اللقاءات يجريها مسؤولون سعوديون مع المجلس الانتقالي تتركز حول مطالب المجلس بالبدء في تنفيذ الشق السياسي من اتفاق الرياض وكعادتها تمارس السلطات السعودية ضغوطاً على السلطة الشرعية لبدء تنفيذ الشق السياسي من الاتفاق مقابل ضمانات من الانتقال بتنفيذ الشق العسكري بشكل مباشر عقب تنفيذ الملحق السياسي سلوك يذكر بضغوطات سعودية مماثلة حملت السلطة الشرعية على التوقيع على اتفاق الرياض بعد انقلاب كامل عليها في عدن في أغسطس من العام المنصر دعمته الإمارات وكرسته السعودية التي لم تظهر طيلة الأشهر الستة الماضية نية لتطبيقه بعد نجاحها في فرض شريك سياسي في الجنوب يحمل أجندة مشابهة لأجندة الانقلابيين الحوتيين في صنعاء وفقاً للمراقبين حتى هذه اللحظة ترفض السلطة الشرعية الذهاب نحو تنفيذ الشق السياسي من اتفاق الرياض خشية أن تساهم هذه الخطوة في الإبقاء على أثار الصراع وأدواته وتمنح المجلس الانتقالي الشرعية للاحتفاظ بتشكيلاته العسكرية الخارج على سيطرة المؤسسة العسكرية الرسمية يتطلع هذا المجلس وبدعم واضح من التحالف إلى حيازة مناصب المحافظين في أربع محافظات هي عداً وأبياً ولحج والضالع التي تشكل الفضاء الجغرافي المناسب الذي يراهن عليه لترسيخ نفوذه وليواصل فرض هذا النفوذ في بقية المحافظات على نحو يصعب معه التحقق من أنه سوف يمضي قدماً في التخلع المقدرات العسكرية وفيما تواصل الرياض وأبوظبي جهود التمكين السياسي للانتقالي لم يتوقف استهداف القوات والمصالح الحكومية خصوصاً في مديرية المحفد التي ينشط فيها مقاتلون سابقون لدى التنظيم القاعدة بدعم مكشوف من الإمارات فقد نفذ هؤلاء الإرهابيون هجومين منفصلين استهدف المجمع الحكومي وسط مدينة المحفد وموقع الخدارة الذي يعد أحد التجمعات العسكرية للقوات الحكومية هناك ما أدى إلى مقتل شرطي من قوات الأمن وإسابة آخر إدارة أمن محافظة أبيان كشفت في بيان لها عن أن بعض منفذي الهجومين الأخيرين كان قد أطلق صراحه بوساطة قبلية قبل أن يعود إلى ذات النشاط ويتطور الأمر إلى اجتماعات ممساعة أهدرت دم القوات الأمنية والعسكرية في سياق معركة يبدو أنها تتناغم مع الجهود السعودية الإماراتية لتمكين الإنقلابيين الجدد في جنوب البلاد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر